الآن مشاهدين من عدن المحلل العسكري العميد محمد جواس أهلا بك سيادة العميد معنا سيادة العميد كيف نقرأ هذه التطورات الميدانية الأخيرة الأهمية الاستراتيجية لدخول الشرعية لمنطقة البرح وقطع خطوط الإمداد كليا بالنسبة لميليشيات الحوثي في تلك المنطقة أهلا وسهلا منطقة البرح هذه تقع في الشرق الساحل الغربي وعندما تقدم الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وأسقط مديرية حيس في محافظة الحديدة تم التجهيز لمعركة كبيرة باتجاه مركز مدينة الحديدة لكن هذه الجهات الشرقية كانت مصدر إزعاج كبير لهذا التحضير وما زالت كانت مستمرة خطوط الإمداد المتجهة من اتجاه البرح تعز البرح إلى جبهة الموزع والساحل الغربي بشكل عام كانت مصدر إزعاج فارتأت القيادات العسكرية هناك هذا الكلام حصل قبل حوالي شهر ارتأث القيادات الآن توجه القوات وتأمين هذه المناطق الشرقية بقوة بعلوية كبيرة جدا إلى منطقة البرح للمسافة ما بين الحديدة أو ما بين مناطق الساحل الغربي والبرح تقارب أكثر من خمسين كيلومتر وهذه المساحات كانت تسرح وتمرح فيها الميليشيات وكانت تسرح كثير من المناورة في إزعاج جبهة الساحل الغربي بشكل كبير جدا وإضعاف مواصلة الهجوم باتجاه موزع وكهبوب هذا الأمر أدى إلى تقدم القوات باتجاه البرح بتأمين قدمة باتجاه الساحل الغربي والتحضير لها بشكل جيد وتأمين جوانبها بشكل تام وأيضا لمساعدة الجيش الوطني في تعز والتحام مع القوات المتقدمة باتجاه البرح ولفق الحصار على تعز وتحرير تعز لأن المسألة في تعز هنا تستخدمها الميليشيات الحوثية للإمدادات وكطرق تتخلل من خلال محافظة تعز إلى الجبهة الأساسية والتي هي جبهة الساحل الغربي وهذا الأمر أيضا يؤدي إلى ضعف أو محصار القوات الميليشيات الحوثية باتجاه موزع وكهبوب وستصبح محاصرة تماما غير فاعلة مقطوع عند الإمدادات وأتوقع أنها سوف تنسحب وتذهب إلى باتجاه تعز أو تتخذ طرق أخرى غير هذه الطرق إلى الساحل الغربي أعتقد باتجاه المفرق المديرية التي تتبع محافظة أو مديرية حيس المعركة عادة تجري بالتوازي على جبهات مختلفة وهذا ربما يسهم في إضعاف قوة الحوثيين عندما تفتح هذه الجبهات الكثيرة في ذات الوقت ولكن برأيك أي الجبهات هي الأسخن والتي يجب أن تأخذ بالفعل الأولوية من الناحية الاستراتيجية الأولوية لجبهة الساحل الغربي من الاتقاه عدن ومن الاتقاه ميدي ميدي تشكل أهمية كبيرة حاليا وهي نقطة تمركز القوات المشاه الميكانيكية في قوام فرقة عسكرية متكاملة تشارك فيها القوات السودانية تشارك فيها القوات السعودية أيضا باتجاه مركز المدينة وهو حوالي أكثر من مئة كيلومتر بالمقابل أيضا من الاتقاه حيس حوالي أكثر من كيلومتر بشوية وهذا تناسب بالوحدات العسكرية والغتالية مناسب جدا والمعركة الثانية الأساسية هي معركة صعدة باتجاه صعدة ويستخدم في صعدة سلوب الحرب الغشمة وهذا سلوب استخدم في أعتقد في الجيش الولايات المتحدة الأمريكية في العاشر سنوات الماضية ويستخدام أقوى قوة ممكنة في أقل وقت ممكن لحسم الأمور في أقل وقت ممكن وهذا الأمر يستخدم الآن باتجاه صعدة هناك المية متقدمة لحصار المليشيات في معقلها وهي معركة صعبة قوية جدا وهي ليست سهلة لكن الأمور مترتبة تماما والتجهيزات يهزة وهناك أيضا وحدات عسكرية من أبناء صعدها نفسها وهي ميزة يتميز بها الكيش الوطني نعم أشكرك جزيلا الشكر كان معنا من عدن المحلل العسكرية العميد محمد جوس